الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعشره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فالحرب في الإسلام وفي السيرة النبوية والسنة النبوية المتحارة المشرفة ليست غاية ولا هدفا كما أن الحرب أيضا ليست غاية ولا هدفا لأي دولة ناشيدة أو حكم ناشيد كما أنها ليست نزهة أو فسحة وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا تتمنوا لقاء العدو وصلى الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا على أن هذه الحرب قد تكون ضواءة للدفاع عن النفس أو العرض أو المال وعن الديار والأوطان وكيان الدول ووجودها وحمايتها من الأخطار التي تتهددها إن الحرب في الإسلام إنما هي حرب دفاعية شرعة رد الظلم والعدوان وهي محصورة في رد الاعتداء وضفع الظلم حيث يقول الحق سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ويقول سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ويقول سبحانه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ويقول سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتعوا فلا عدوان إلا على الظالمين بل إن الإسلام قد دعانا إلى الإقصاط إلى جميع المسالمين وبرضهم وإقاءاتهم إن استقاروا بنا فقال سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخاجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين ويقول سبحانه وإن أحد من المشركين استقارك في الأجار حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة لم يكتفي الإسلام بمجرد أن تجير المستغيس حتى لو كان مشركا بل عليك بعد إجاراته ثم أبلغه مأمنة عليك أن تحميه حتى يصل إلى المكان الآمن في بلده أو في وطنه وفي هذه النصوص ما يؤكد أن الإسلام لا يعرف الاعتداء ولا الظلم إنما شرع القتال أصلا لرد العدوان فأزن الحق سبحانه وتعالى لمن للذين يقاتلون ظلما بأن يهبوا للدفاع عن أنفسهم على أن لا يعتدوا وأن لا يغدروا وأن لا يسيفوا في الدماء أو يتوسعوا فيما أزن لهم فيه من دفع العدوان وقد نهن ديننا فقط عن ولاية من يقاتلوننا من الأعداء المحاربين فقال سبحانه إنما ينهاركم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وحتى في الحرب الدفاعية التي شعت لدفع الظلم والعدوان نهى الإسلام نهيا واضحا عن تخريب العامر وهدم البنيان وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده يوجهون قادة جيوشهم ألا يقطعوا شجرا وألا يحرقوا زاعا وألا يخربوا عمان أو يهدموا بنيانا وألا يقتلوا ماءة ولا طفلا ولا شيخا فانيا وأن لا يتعرضوا للرهبان في صوامعهم أو للأحبار في بيعهم أو للزراع في مزارعهم وأظل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة سلاسة عشر عاما يتحملون أزى المشركين دون أن يؤذن لهم بالقتال ولو دفاعا عن أنفسهم لأسباب من أهمها وفي مقدمتها استنفاذ سائر الوسائل السلمية في الدعوة المبنية على الحكمة والموعزة الحسنة وتربية المؤمنين على أقصى درجات ضبط النفس وتحمل الأزى وإقامة الحجة على الخصب ومنها أيضا عدم التكافؤ في المواجهة أنزاك إذ كانت المواجهة بكل حسابات البشر محسوما لصالح المشركين مما ينزع بخسائق وفادحة في صفوف المستضعفين من المسلمين حال التعجل في المواجهة والإسلام حريص كل الحرص على حفظ الدماء كل الدماء فما بالك بدماء أبنائه المؤمنين به المدافعين عنه المستعدين للتضحية بأغلى ما يملكون وكل ما يملكون في سبيله ومنها لفت أنظارنا إلى أهمية الإعداد الجيد أفعادا وتسليحا وبناء الأشخاص وبناء القوات وبناء الجيوش قبل الدخول في أي مواجهة غير متكافئة ما لم يفعل علينا القتال فرضا كأن يدخل العدو إلى بلادنا معتديا فهنا لا بد من المواجهة مع الاستعانة بالله وفي التأكيد على هذا الإعداد الجيد والأغز بأسباب القوة والمنع سواء في إعداد الأفعاد أم في إعداد الجيوش أم في إعداد التسليح يقول الحق سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وهنا لنا وقفتان سيعتان الأولى وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون هذا تأكيد على أن من أوجب الواجبات ومن أعلاها شأنا عند الله عز وجل ما ينفقه على الجيوش وإعداد الجيوش الوطنية التي تحمل أوطان وتدفع عنها الأمر الآخر أن عندما نسمع قول الله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما هنا ليست الابتدائية ليس أدنى الإعداد وليس أدنى القوة إنما علينا أن نأخذ بأقصى الأسباب في الإعداد والقوة والتسليح لا لنعتدي على أحد أبدا وإنما لنصد أي اعتداء على أرضنا ووطننا وطابنا وأعراضنا هذا هو ديننا دين الرحمة دين العدل دين الإنصاف حتى مع الأعداء المحاربين نسأل الله أن يزقنا حسن الفهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر